بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا اخوانا واحبابنا المشاهدين في لقاء خاص في برنامج في ميزان القرآن والسنة ضفنا في هذا اللقاء الخاص الأستاذ الدكتور ياسر برهامي مرحبا بيك أستاذ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية مرحبا بيك احنا طبعا الأحداث ساخنة وكثيرة ومتلاحقة عاوزين نبدأ بالمشهد خارج مصر عشان نخلص خارج مصر سريعا ثم نتفرغ للداخل الجيران في ليبيا ربنا يعني يرزقهم الاستقرار التام ويبعد عنهم يعني حيل ومخالب اخطبوط الغرب والنيتو آمين رب في مخاوف موجودة لكن احنا عندنا نقطتين ونحن في ميزان القرآن والسنة شفنا وإحنا يمكن تناولناها أمس مبكرا ومحدش يمكن التحدث فيها كفضائيات غيرنا أن هناك لحظة ما تم فيها شيء غامض في مشاهد ظهر فيها القزافي حي ماشي على رجليه في يد الصوار ثم قتيل فتكلمنا وتسألت ضيوفي عن حكم ده احنا بيحكمنا القانوة السنة لا الغضب ولا الثورية ولا اللي ولا اللي بدأت الكتابات النهاردة تطلع هو يعني قبض عليه حيا ثم قتل غضبا مصورة من أحد الصوار وده حكم في الشارع عشان بس المشاهدين يعرفوا للمستقبل أبعاد مثل هذه الأمور إيه وحرمة النفس وهل هو أسير ولا هو محارب اللي لحظة ما تأبض عليه ولا بعد ما تأبض عليه يعني قضية شائكة محتاجة كده ناخدها فضلا عن العبرة والعزة يعني احنا لو عملنا دراسة مازر تدل قزافي في الصور المسجلة في الإعلام ولقبها وصور برلسكوني هو بيبوس على إيده وصوره هو في المنتديات العزة العزة حتى مش هقول للحكام خلينا للغلابة اللي زي حالاتي لكله بقى النديد دونية نديد دونية وهنسب نسيب لحضرتك الموضوع الحمد لله واشهده لا إله لالله واشهد أنه واشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله والله الواحد يعني قدرة مقتها القزافي الشؤور بالفرحة العارمة مش 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 في ليبيا فقط ده في ليبيا وبرى ليبيا ثمرة عمل يعني أن الإنسان يوم رحيله ما يجدش أصوات تدعو له بالمغفرة والرحمة وإنما تعلن الفرح بيعني هلاكه يعني ذكرني بقول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين المؤمن يبكي عليه موضعه من الأرض الذي كان يعبد الله فيه وموضعه من السماء الذي يصعد إليه عمله والعباد المؤمنون الذين يبكون غياب هذا المؤمن وأما العبد الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها وأما الكافر أو الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فالشعوب الفرحة الذي لا يمكن أن يكتم من أجل الطغيان ثمرة الطغيان لا شك أن القذافي كان طاغيا وتصمت على شعبه تسلطا عظيما جدا وآذى المسلمين إذاء شديدا أنا قبلت بعض الإخوة الذين خرجوا من سجن مسلم وقالوا لي أن الموت كان هو الأملية التي يعني يتمنها ولا يحصل عليها من دخل هذا السجن و1200 قتيل في عدة لحظات فقط وبطريقة وحشية فضيعة التعذيب غير المتصور الصد عن سبيل الله بكل ما يمكن يعني تدمير نفسية الشعب الليبي الجرأة على تحريف القرآن القذافي صدر في حقه فتاوى من هيئة كفر العلماء الشيخ بن مازو الشيخ بن عثيمين فيما يتعلق برسول الصحراء فيما يتعلق بأنه قال لا ينبغي أن يقال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق إن بغي أن تزال كلمة قل وكلام على النبي عليه الصلاة والسلام مذكور أيضا طويل جدا ففي فتاوى خرجت بفضلا عن حكم غير ما أنزل الله والإلزام بالكتاب الأخضر الذي يتضمن مخالفات للشريعة أنا تذكرت بالأمس عندما علمت الخبر قول الله عز وجل ومن قتل مظلومة فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصور إنه كان منصور وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله يجب وقوله عليه الصلاة والسلام أن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين الذي فعله القذافي يعني كانت نتيجته ما حصل له أسألت أنه أسير جزما ويقينا أنه قد أمر بالقتل مرات وطبق هذا وقتل من قتل بأمره هو لا يستطيع أن يقول كما قال الرئيس الرئيس مصر السابق حسن مبارك أنه لم يأمر بالقتل ما زال حسن مبارك بيقول أنا ما أمرتش وما زال هناك بحث في الشهود والأدلة هل أمر بالقتل أم لا لكن القذافي كان أمر بالقتل علنا ومارس هذا بالفعل وجلوده مارسوا هذا وهم ارتزق يعني لا حظ لهم من تقوى ولا من دين إذ اتبعوا أوامره بهذه الطريقة القضية دي في الحقيقة يعني بلا شك أن كل إنسان يعني يحتاج إلى يعني محاكمة عادلة لكن الذي حدث بالضبط أنا لا أعرفه هذه مسؤولية الذين قبضوا عليه وهم سمعت فيما ذكر أنه وقع اشتباك أو محو ذلك في أول الأمر وحدث قتل في هذا الباب لكن المقطوع به أنه كان أمر بالقتل وأنه نفذ القتل وعدد القتل خمسون ألف قتيل كما ملغني بعض الإخوة في ليبيا إن غدا غير الجرحة وغير المفقودين وحالات القتل الجماعي عبر السنوات الماضية هائلة جدا التعذيب أنا أعرف كثيرين جدا من المصريين والليبيين تعرضوا لأنواع من التعذيب فوق التخيل بعوامل منه ما صور إفساد في الأرض أكثر من ذلك يعني أنا ما أظنش أن في حد عنده بقى أسئلة إلا للشغل الرأي العام إنه هو فعلا أن الرجل هذا مصيره الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمه العدل ومعه سبحان الله على قدر الجرائم تكون النهاية على قدر الظلم الحمد لله الثورة المصرية لم تشهد يعني قتل يتجاوزون الثمانمائة تقريبا إلا بيسير أو نحو ذلك الحمد لله القتل الشميع الذي حدث في ليبيا والذي أحدث مثله في سوريا أمر استوجب عقوبة من الله سبحانه وتعالى أشد وما ينتظره في القبر والله أعلى وأعلم حلانا مات لكن فيما يظهر لنا ينتظره أشد ولذلك القضاة دي أستغلها سراحة يعني في التحذير من الجور والظلم والطغيان هذا كان طغوطا من الطواغيت وهو عبرة لكل الطواغيت ولا بد أن يحضر أهل الإسلام كما كنا نحذر وكنا نتهم بأننا خوارج في وقت من الأوقات لأننا نقول هؤلاء ليسوا أولياء للأمور ليسوا ولاة شرعيين يحذروا من أمر الناس بطاعتهم من يأمر بطاعتهم الآن أعتقد هو أكثر الخاسرين في الساحة الإسلامية الذين كانوا يقومون عن قذافي ولي أمر وأنه أمير المسلمين وأمير المؤمنين وأنه تجب طاعته وأن الكتاب الأخضر ينبغي أن يقرأ مرة أخرى مع أنه معلوم أنه مريء بالخرافات والمزعبلات اليسارية الاتجاه ولذلك نقول القضية دي قضية يعني وضحة تماما الروح لا يمكن أن يحدث يعني لا يثبت الحكم حكم الولاء الشرعية إلا لمن يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين لا لمن يحارب الدين لا لمن ينشر عقائد الفساد لا لمن يعظم نفسه إلى درجة الردوية والألوهية الذي يأمر نسى بطاعته الطاعة المطلقة ويزعم أنه لا يحكم وهو يعني متصلف الحكم الاستبداد لدرجة فرض قيادة وهمية لا تصلح دمرت العباد والبلاد طيلة أربعين عاما ظلم وعضوان كل هذا بعد ذلك يظل يوجد من يتمسك ويقول كل من تعلم يكون وليا للأمر هذه نقطة نبدأ أن ينتبه لها كل الدعاة لا ترهنوا على رهان خاسر وتخسرون به مصدقيتكم الحمد لله أن الدعوة السلفية كانت وقفها محددا قبل أن تبدأ الثورات وبعد أن بدأت وهو أن ولاية الأمر إنما تثبت لمن أقام الدين وأساس الدنيا بالدين لمن يقودون بكتاب الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعه وأطيعه وإن تأمر عليكم عبد الحمشين يقودكم بكتاب الله أن من حارب الإسلام حارب الدين وحكم بغير ما أنزل الله بالطريقة المعهودة في واقعنا بإلزام تشريعات مخترعة أنشأها الناس ويلزمون بها في التشريع العام هذا ليس من دين الله في شيء لا تثبت به ولا يبل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى قال الله تعالى أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال الله عز وجل ولا تشرك في حكمه أحدا قضية واضحة جلية تماما من كلام الله وكلام رسول الله وكلام أهل العلم بعد ذلك فأهل القضية أنا آية وعبرة وعظة وكل الحكام كذلك سوف يأتي يوم إن استمرارتم على ما أنتم عليه طيب النقطة الأخيرة المستقبل اللي احنا بنتمنى عشان ندعو الله عز وجل ربما تكون المستقبل التحدي فيه أخطر من ذي قبل بحقيقة قطعنا نقينا الشعب الليبي دفع ثمن غالي جدا لإنزالة هذا الطاغية لكن اللي جاي يحتاج تحديات أكثر يحتاج أولا بصيرة لأن الشعب الليبي طبعا شعب كله محب للإسلام ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى إذا كان تكون يعني إن لم يكن كل الشعب ف99% منه من أهل الإسلام أنا يعني نصيحتي للإخوة الليبيين أولا أن يحذروا من من يسعى إلى أن يدروا في فلك الغرب الغرب طبعا متربس أن يأخذ الثمن إنه ساهم في إسقاط القذافي بالحرب حرب التغيران والقصف لكن الذي دفع الثمن ليس من ألق القنابل الذي دفع الثمن هو من دمه ومن ماله ومن عرضه ومن كل ما يملك هو الشعب الليبي فليس من حق أحد أن يتدخر في شؤونه ولذلك الذين يريدون للشعب الليبي أن يدروا في فلك الغرب لابد أن يحذر الشعب الليبي منهم تماما أنا عارف أن الأزمة اللي كانت عندنا في مصر اللي أثرت أثناء الثورة من تعديل المادة الثانية موجودة عندهم في ليبيا بس الحمد لله في الإعلام الدستوري الذي تم بعد سقوط طرابلس الألف واللام في مصدر رئيس الاشتاءة الإسلامية مصدر رئيسي ولا المصدر الرئيسي ولذلك المعركة موجودة محاولات جعل الحكم لغير الله بالإضافة إلى بعض الأحكام الشرعية محاولات موجودة أنا أنصح إخواني في ليبيا كلها بأن يحذروا ممن يريد أن يجرهم إلى مظهر من مظاهر التبعية للغرب والدوران في فلك الغرب بقبول التشريعات المخالفة لشرع الله لابد أن تتمسكوا بقضية إيه الحكم إلا الله بكل ما يمكنكم وأن تبنوا نظام دولتكم الجديدة وأن كانت حديثة وأن كانت متطورة دائما وأن كانت تبنى على الشورى لابد أن تبنى على الشورى دعمنا على الاستبداد لا ندفع الثمن مرتين ولا نقبض شيئا لابد أن تبنى على الشورى ولابد أن تبنى على مرجعية الشيحة الإسلامية والنقطة الثانية التي أحذر إخواني منها أن بعد الثورات لا يكون هناك استقرار تام هناك أحيانا جرأة على الدماء وجرأة على التكفير ومن حمل السلاح دون أن يكون عنده فقه وعلم سرعان ما يستعمله دون تعوي وأنا بعد أن أسقطم الطاغية ولم يبقى إلا الجرذان الذين كانوا معه وسبحان الله كان يقول مجموعة جرذان وقبض عليه في منبوب ماء كالجرذان سبحان الله فالغرض أنه لم يبقى شيء إلا شيء يسير جدا يحذروا من سفك الدماء بغير حق كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إذا ثبت إسلام إنسان لا يزول حرمة الدم إلا بإحدى ثلاث كفره بعد إيمان زنم بعد إحصان النفس بالنفس لابد أن تفبدوا بينات وبالنفس بالنفس لابد أن تكون هناك اجتماع من أولياء القتيل على القصص وأولياء القتيل هم عرفته هذه القضية لابد أن تكون معلومة ويكون القتل عمدا لا شبه عمد ولا خطأ ولذلك أقول احذروا من مسالك العنف والجرأة على الدماء واحذروا مسالك التكفير بالشبهة واحذروا من مسالك الجرأة على الفتاوى ربما لا يحسن أن يفتي في تفسير آية في تفسير حديث في فقه في عقيدة ويتجرأ في أمل التكفير طيب نستعزنك معنا تصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته حدثت أنك تعيدوا سؤال سيئة سيئة البختوسة الوقفة الاستجاجية اللي بعد سيئة قانت الحكمة بكرة سؤال مستطفر السيئة بطول سيئة ورشحاق الأولى من نسبة الرجال طبعا من نسبة الرجال الأولى من نسبة الرجال الأصلح من الحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله الأصلح من الحضراتكم لا تتلعوش وأنا بلاغتني دي سالة من فضوية الشيخ ابو سحق الأخ محمد سعد أخبرني أن الشيخ طلب أن لا يخرج أحد الشيخ ابو سحق بنفسه طلب أن الناس لا تتجاوب مع هذه الدعوة أنه ليس ما تتجاوب مع هذه الدعوة ربما كانت اكتهاد من بعض الإخوة الأفاضل حبهم للشيخ دفعهم إلى ذلك ولكن أظن أن الشيخ رأى المصلحة في أن لا يخرج أحد فبالتأكيد طبعا حيوصل صوتنا لبعض وبعضهم مش حيوصل للصوت ده ولكن على أي الأحوال القضية يعني بالتأكيد الشيخ ابو سحق على رؤوسنا ونحن نحب وحبا جما وندفع عنه وربنا يحفظه ويبارك فيه كما يدفع عن السنة وينصر الإسلام ويجهر بالحق وفي نفس الوقت نرى أن علاج القضية بطرق غير الوقفات أولى إن شاء الله طيب تمام نحن بالنسبة لليبيا سؤال أخير وفي مثل هذه الحالات يعني خاصة أنه عندهم الوضع غير عندنا وفي الحالة لسا في عاجات حيث أقولها بالنسبة للإخوة في ليبيا الحرص الشديد على الوحدة والألفة واختيار الأكفأ ليس يلزم أن من حمل السلاح وحقق النصر أن يكون هو الأكفأ لكل مرحلة بل يكون له دوره بالتأكيد وأنا أحث الأخوة على أن يختاروا الأكفأ في كل المجالات وليبيا تحتاج إلى بناء تعليمي ضخم جدا في العلم بالشر والعلم بالعلوم الدنيوية لأنها شهدت تدميرا هائلا كل شيء كان ممنوعا قبل ذلك ويعني خصوصا الدعوة السلافية الصحيحة كان في تشويه ضخمة جدا للدعوة السلافية في ليبيا ما كانش بيظهر أن السلافين في ليبيا الناس بتفتكر لهم اللي بيقول لهم القذافي ولا بد أن تسمعوا لهم وتطيعوا فده كان من ضم موانع التعليم طبعا الدعوة السلافية بفضل أسم الله تعالى كان بيانها منذ أول الثورة في لزوم التخلص من هذا الرجل وأنفاله وعصابته كان محفزا ضخما على تغيير هذه الصورة لدى المنهج السلافي الحقيقي الوسطي لكن أنا بقول أن الشعب الليبي محتاج بناء تعليمي ضخم جدا محتاج استقلال الكفاءات قدر الإمكان الكفاءات ذات الأمانة التي تستأمن على الدين والدنيا فلابد أن يكون هناك حرص على ذلك ربنا عزيزي ولي وفق الأستاذ مصطفى عبدالجليل نحن نعرف فيه التدين والحرص على قراءة القرآن حفظ على الصلاة وعلى الصيام النوافل لا شك أن هذه أمور إعانة بإذن الله وأظنه الذي حسم المسألة في الألف واللام في المادة الثانية التي في مادة الشريعة جميل طيب إحنا كنا بنتكلم أو تسأل على قضية أنه هناك الوضع كان غير مصر يعني مصر كان الصدام محدود وكان بين الشرطة وبعض البلطجية والصوار وكانت برضو الخسائر محدودة وخلال أيام قليلة في أيام الصوار إنما في ليبيا كانت شهور طويلة ومعارك وأسلحة سقيلة وبعدين فيه نقاط صراع يعني كانت واضحة في مصراطة في بني وليل صراع أو جذور قبلية طبعا إذا أنت أشارت ليه بس أنا عاوز يعني نتكلم عليه تاني من مدخل تاني المصلحة هنا تقتضي أنه المسؤولين يعني يعلنوا صفحة عام وغلق هذا الملف وأنه يعوض المضارة حتى من الدولة والشهداء والمصابين ويعني منعا للصدام لأنه لو بقى مفتوح أنت عملت أنا ما عملتش طبعا إنت عملت ما أنا أخذ حقيقة بإدراعي يعني إن كان هو طبعا في حقوق لأولياء القتلة ده ربنا أجعلها ليهم هما لا نستطيع أن نعفوها ونحن لسنا أولياء للدم فلكن لا بد أن يثبت الأمر بالبينات يعني يثبت أن فلانا قتل فلانا بشهود عدول أو باعتراف أما مع العماية فلا يثبت بهذا يعني أمر ده يؤكد كلامي أو سؤالي ما نقول هو لا لو ثبت خلاص جيبوا شهود وبينات واخدوا حقكم إن كنت مردتم القصص بالشروط الشرعية وهو أن يثبت أنه قتل عمد ببينا أو اعتراف على فلان لفلان وفي نفس الوقت يجتمع ورثة القتيل على القصاص ونحو ذلك ولا شك أن يعني من ظل يحمل السلاح إلى الآن وما زال يقاتل أظن الأمر سينتهي خلال أيام أو ساعات أن يكون في حد لسا بيقاتل لما هو يستحق المقاتلة إذا تاب قبل أن يقدر عليه حتى لو كان مفسدا في الأرض قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فيسقط أمر الحرابة ويبقى أمر القصاص القصاص ده له شروط يلتزم بالشروط يبقى الأمر يكون كذلك ألقوا السلاح وسلموا أنفسهم قبل أن يقدر عليهم يبقى يبقى أمر كما ذكرنا يسقط حد الحرابة ويبقى أمر القصاص لمن ثبت بالبينة أنه قتل فلانا بعينه ونصيحتي للجميع أن مثل هذه كما تطلب أنت لكن ننصح بها الإلزام بها أمر فيه تجاوز لحقوق أولياء القتلى ده أمر منطبق على مصر أيضا يعني الذين يحاولون تعميم الأمر بالقصاص بأنه يقتل كل من شارك فيه لك لأنه البعض كان يطلق رصاص ولا يدري أجرح أم قتل هو نفسه لا يعرف وأولياء القتيل لا يعرفون الأمر ده علاجه الأساسي فيه كما ذكرت إذا عندما تثبتش إبال أصل حرمة الدماء ما ينفعش أن أنا أقتص بدون أن تثبت شروط القصاص هو كما ذكرت يبقى مسألة الحرابة أو الفساد في الأرض ومحاوة الله ورسوله ده إذا كان قبل إذا تاب قبل أن يقدر عليه سقط هذا الحد فبالتالي العلاج في مثل ذلك عندي أنه لو يتم صرف الديات الشرعية وتتحملها القبائل التي ظلت تقاتل أو حتى دولة تتحملها درءا للفساد والفتن بين القبائل لكان ذلك من خير الأمر طيب أنا بس أريد أن أشير لنقطة فيها أنه أنا بتخيل أن لو في بقايا محاربين من طرف الكتائب القزافي هو يخاف حتى يسلم نفسه لأنه ممكن أن يسلم نفسه يقتل يعني أول ما يقول خلاص ينقي السلاح ويهرم فلأ المنع المنع أن إحنا بمفهوم المصلحة يعلن أن الدولة تشجع المجلس التقالي يعلن أن يشجع أو يطمئن عشان درء الفتن أنه هو من يسلم نفسه وسلاحه قبل أن يقدر عليه لن تكون أخواته أخوبة مفسد في الأرض وبالتالي لن تكون أخواته القتل إلا لو هو أولياء القتل كما ذكرنا هذا أمر لا يملكه الحاكم شرعا طيب أستاذي معنا تصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته مرحبا بحضائك تفضل معك أبو أسلم من اسكندرية ممكن بس أكلم الشيخ ياسر أهلا بحضل أهلا بسهلا والله يا شيخ ياسر بالنسبة للموضوع الشيخة بإصحاك شويني إحنا طالعين بكرة بهدف الدفاع عن علماء الأمة الإسلامية ليس لشخص الشيخة بإصحاك نفسه لأنه إحنا شايفين أنه في استهداف للمشايخ والعلماء فخرقنا الدفاعا عن العلماء والله دي جزاك الله وعناتك الصالحة وبالتأجيد أنا أتمنى أن أكون معاك لك إنه داء الشيخة بإصحاكه ما أنا عايز أعلق على الكلام ده أنا حضرتك بعد ما سمعت الكلام حضرتك التصنى على الدكتور سام عبد الوارث وهو قائد الحملة على خلاص الحكمة وأكد أن الشيخة بإصحاك ما قالش الكلام ده وهو منتظر فعلا خروج الناس أنا حدثني العهد على الراوي إذا أنا أقول لك أجيب لك السند حدثني الشيخ محمد سعد اللصيق جدا بالشيخة بإصحاك عن الشيخة بإصحاك مفيش حد في السند تاني مفيش حد في السند تاني فأنا قلت ما علمت بس والشيخ جاز منه حبه في القلوب أكيد يعني وأنا واحد من محب الشيخ قطع منه أقيد وناس أولاني أجمعنا عياء في الجنة لكن أظن هو قدم المصلحة العامة من أي في هذا الأمر كما بقى لغني أنا قلت لك السند وما عنديش أعظم منها سلسلة صحيحة إن شاء الله إن شاء الله أنا اتصلت بالشيخ على فكرة عشان أتأكد مباشرة بس الشيخ الظهر كان عامل التليفون صامت أو كان نام فما استطعتش أعلو بالسند أكثر من ذلك جميل والأخير محمد سعد طبعا مرغون أعطيك الشيخ محمد سعد لصيق وهو يعني زراعه الأيمن سلام عليكم ما عليك السلامة الله وبركاته تفضل مرحبا بحضرتك تفضل أحيي شيخانا وتاج رؤسنا فضلت الشيخ ياسم الرهامي أود منه التعليق على أمرين أولهم صدرت فتوى من الشيخ علاء أبو العدين من الشيخ الطريقة العدمية أن القذافي مات شهيدا وهذا يدلنا إلى العلاقة الوطيدة التي كان يكرسها القذافي بينه وبين الصوفي الأمر الثاني أود منه أطلق على ما يجري في تونس من الأحداث الأليمة التي يعني موجودة الآن في أرض تونس من تسلط العلمانية التي ضربت بجذورها في أرض تونس وقلت الصحوة والدعوة السلفية هناك يعني لي طلب منه أن يعلق على هذه الأحداث ثلاثنا وهم مقدمون على المشاركة في الانتخابات وانتخابات البرنامينة وهكذا فنريد منه أن يعلق على ذلك ونلتمس منه أن يرسلوا ببعثات من الشيوخ والدعاء حتى يعني يحيو هذه الدعوة السلفية مرة أخرى ويقووها حتى لا يتأثد العلمانيونة على إخواني من الثلاثيين الذين هم والله بمثالة المجاهدين نحسنهم كذلك وانتخابات الله أهدا سلام الله خير أما برزبا لفتوى موت القذافي شهيدا فوالله من أعجب الكلام علامة استشهد من أجل ماذا لتكون كلمة الله العليا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله القذافي كان علامة يقتل شعبه أنا يعني أتعجب من هذا الظلم هذا ظلم جديد الذي يجعل القذافي متشهيدا هذا الأمر من هذه الفتوى من أفسد الفتاوى لأن القذافي كان يقتل على ملكه خبت بلك يا مش فات ودرائي يعني أصد باب العزام مش مفتي وكان يعني هذا بلاء عظيم جدا يعني هذا القذافي كان يقتل على ملكه على كتابه الأخضر على تحريفاته لنصوص على حربه للكتاب والسنة على حربه لأهل السنة على كل أنواع الضلال التي يعني القذافي كم طالب بإقامة دولة باطنية فاطمية كما يزعم وما صنع ذلك القذافي يعني حارب الله ورسوله وحارب المؤمنين وفتاوى أهل العلم يعني في المشارق والمغارب من جميع الاتجاهات أنه كان رجعا ظالما طاغيا تونس بالنسبة لتونس اللي بيحصل طبعا ده ثمر لنقول كم سنة 180 سنة من العلمانية من تاريخ احتلال فرنسا لهذه البلاد ثمرت أجيال متتابعة ثم كان البلاء الشديد من عهد المرقيبة ثم سن العابدين أقول لأخوة الزرع يرمى بذره ثم يسقى ثم ينبت بإذن الله أنتم أهم شيء في المشاركة السياسية أن تمنعوا في المرحلة حالية صعب جدا أن يشاركوا بطريقة تغير الواقع وتغير المنهج العلماني لكن احرصوا على منع الاستبداد والظلم حتى تضرب الدعوة بجذورها بإذن الله تبارك وتعالى ستكون مشاركتكم بإذن الله في المرات القادمة أقوى بكثير من الواقع من الآن ونحن نسعد بالتوجه إلى تونس وإن كان هناك محاولات عرقلة ما زادت موجودة لكن الفوي فرصة قائمة للإسلاميين يكون لهم بصمتهم بالتأكيد انتخابات تونس لا تبدأ يوم الحد مشاركة الإسلاميين بثقل فيها أمر مطلوب وما نتوقعش نحقق كل حاجة وإنهم حتى لو حققوا بعض المكاسب ما نقولش لا دا ما عملناش حاجة وقابلنا التنازلات لا دا انت من الصفر تبدأ لا معلش من تحت الصفر انت يعني الشعب التونسي تعرض لطم السهوية جعلته عشان يوصل للصفر دي حاجة كويسة عشان يبقى متعادل ليس ضد الإسلام وهو بحمد الله تبارك وتعالى فوق ذلك لكن في قطاعات ما زالت من الفنانين يعني المخرجة التونسية اللي عملت فيلم لا الله ولا سيدي دي راحت فرنسا ما رديتش يعرضه راحت انجلترا ما رديش يعرضه خوفا من الشباب المسلم هناك في البلدين راحت عرضته فين؟ عرضته في تونس لا الله ولا سيدي والعاذ بالله لا خرافات الصفية ولا الشريعة ولا الدين على بعضه والعاذ بالله عنوان مستفز للغاية في طائفة من السياسيين والاقتصاديين والعلم والإعلاميين والفنانين تربت بأهد برقيبة وبزين العابدين ستأخذ وقتا قبل أن يبدأ الإخوة في تونس في إثبات وجودهم على الأرض وبإذن الله يجتهدون في الدعوة بالحكمة والعودة الحسنة لتغيير المجتمع التونسي من الأرض والبذرة تحتاج إلى وقت يحصلوا على ما تخدرون من مكاسب الآن لفتح باب الدعوة إلى الله ونحن معكم إن شاء الله طيب فيه اتصال ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الأول إحنا نحب الشيخ دكتور ياسر بورخامي في الله الحب في الله وليه ثلاث أسئلة سريعة جدا عشان ما نضيعها شلوات السؤال الأول بالنسبة للانتخابات مجل الشعب وشورى ده طبعا الحديث الداير الأيام دي طبعا بالنسبة للقوايم والفردي القوايم ما فيش مشكلة من أكتر من حزب إسلامية نفسه أنا أخذ الأول والتاني وكلها بسها ما فيش مشكلة إنما المشكلة في الفردي ده مشكلة كبيرة جدا الخبر اللي قريته وأقلقني بشدة إن في اسكندرية نازل بشمانس عمنا من الشحات وده المتحدث الباسمي باسم الدعوة في المنتزة يبقى احنا كلنا ندعمه الخبر بقى اللي يزعجك أكتر إن تقرأ إن الإخوان المسلمين بتقيد حسن دودار أمين لجنة الحرية في مقبط المحامين في دائرة المنتزة في اسكندرية يعني هل إحنا منخبصوا بعض طب إحنا ماشي إحنا نزلنا ده مرشح وده مرشح نختار الأكفق معرفناش نختار الأكفق نختار الرموز معرفناش نختار الرموز نختار واحد ونتفع عليه لأن الفردي هتبقى مشكلة كبيرة جداً 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 إحنا منتكلم أنا بتكلم من الخبر اللي إيريتو في اسكندرية إن باشمانت عب مانا منازل والإخوان لاني على عرضة الغاوية يعني ما يشموت حكي طبعاً عندنا في الدعاهلية في الفردي إخوان ضد السلافين بالهبن طبعاً مش هتاقف طيما إحنا زي ما قلنا ما فيش مشكلة المشكلة كبيرة جداً في الفردي فهل كبار المشايخ وكبار العلماء حيث يختاروا الناوحد ده رقم واحد النوطة الأولى النوطة الثانية المهمة جداً كان الشيخ محمود المصر بتكلم برحمة عمره إليتي كلام جميل جداً جداً على البرنامج اللي هو اتهتعه في المدى وتم بتتلم على الأقباط وكذا ودغتريات البرهامي لسه سمال وكلام برضو جميل جداً عن الأقباط الشيخ محمد حسن كان عندنا في المنصورة من يومين واتتلم كلام جميل جداً 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 على الأقباط ودول شركاء وشركة في الوطن بس طبعا ما فيش تدوير للقضية الأحداث ما سبيره وبرضو بيلوم عنه إنما نسمعت كلام لدكتور حسامة أبو البخاري وإتلاف اللي هو دعم المسلمين الجدد بصراحة يعني أنا شخصيا كواحد مسلم ويعني تعتبر تقول ممكن ثلاثة لا أسأني جدا الكلام وإنت جاي تتكلم تولع ولا جاي تهدي يعني اللقاء ده كان المفروض هيبقى فيه فلوباتير اللي هو الاسمه فلوباتير جميل ده كان المفروض هيتقابلوا الاثنين مناظرة في برنامج محطة مصر بتاع معتاز لو كان جاي فلوباتير زي ما مشغيين كتير التصلوا ومسلمين كتير التصلوا أنا حققت دي كانت فتنة تانية مؤكدة لأن كل واحد جاي محضر للتاني فإحنا منرجو من دكتور ياسب بوخامي يهدي حسامة أبو البخاري شوية يهدي اتلاف دعم المسلمين الجدد شوية نهدى شوية أنا لا أنسى ولا أنسى إن السبب يعني حسد وكره طبعا ما نقولش حسد وكره بلاش الكلام ده يعني حسب سبب غضب المسيحيين الكبير من السلفيين بالذات المظاهرة اللي حصلت قدام الكاتدرائي مش ممكن يعني ولا حد سلفي يعني عارف إنه دكتور ياسر استصل قال لهو ممشو والشيخ حسن أبو الأشبار راح لهم وقال لهو ممشو وهو مش ممكن كل واحد سلفي واحد يعمل لك خطأ تتحسب بيك دعوة كلها عشان خطأ فرض إحنا إحنا بنرجو من دكتور ياسر برهامي بما أنه رمضي جبير جدا وإن الناس بتسمع كلامه وفي جامعة أكتر مصر يعني يهدي الناس دي شوي يهدي نصلى علونا الصوت شوية يا شباب تعلي صوتك شوية تعلي صوتك لا لا آخر جملتين تلاتة ما سمعناهمش أه كلامي عن دكتور سامة برهامي عازل سمعناه ده سمعناه النقطة التالتة المهمة إن المجلس العسكري إحنا طبعا منشبه سمعينك اتفضل سمعينك المجلس العسكري إحنا منشبه ونقدر وندريف له ونقوله يا رب يسلم الصوت بس اللي إحنا شايفين بمنتهى الواقعية إن لو الواحد شاكك بنسبة 90% 10% شاكك إن هو هيتسلمها للمدنيين الشاك بعد الحديث اللي اتعمل يوم اللاربة وصل الشاك بالنسبة نسبة 90% إن هو مش هيسلمها مش هيسلمها للإسلاميين يعني إحنا ما نبقاش ورحمين قوي إن انتخابات هتحصل وإن المجلس هيتسلمها ده أعتقد بنسبة 90% ده مش هيحصل مش هيحصل فإحنا ما نحطش يعني إيه أمالنا الكبيرة يبقى لازم عندنا خطة به حديث الأربعاء ده اللي كان لو حصلت الانتخابات وقفت لو حصلت مشاكل في الانتخابات لو جي قالك الانتخابات إنت بتعمل شعرات دينية لو جي قالك إن إيه إنت إيه حزبة على الأساس دين بعد ما إنت كسبت وكسبت وخط الأغلبية يقول لك لا 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 ده إنت كنت حزبة على الأساس دين لا لا ده المرشحين بتوعك كانوا بيستخدموا الجوامع لا 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 المرشحين بتوعك كانوا بيحطوا دعاية انتخابية بترفع شعر الإسلام فإحنا مش عايدين السقة طب لحظة بس اسمعي سمعي انت قلت بعد بعد اليوم الأربع ده كان أيوم الأربع كان الأربع اللي هو حوار اللي هو حوار اللي هو اللي هو محمود حجازي اللي قاله إن الانتخابات الرئاسة تحصل في مارس 2013 وده مش أول مرة يوقع الكلام ده معلن في الجدول طيب حلو أه وده معلن في الجدول وده من الكلام اللي معترض عليه الكلام اللي معترض عليه لما حضرت الأحزائس السستاشر حزب ولا الكام حزب ووقعوا على ورق وكان ده انه اختصار المدة يعني ده كلام مش جديد أيوة هي سكرة حضرتك الخضر عاطف أنا أقصد انتك منك ألأك تحول من عشرة في المائة تسعين في المائة فقط هذا الحديث الحديث ده حديث ضمن حديث ما تقلاش لا 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 لأن أنا سامع سامع يعني سأستاذ بلا الفضل كان نتكلم عن الموضوع قريب جدا وقال ان فيه تغيير كبير جدا حصل في ثقافة المجلس العسكري اتجاه الثورة بعد حدثتين مهمين جدا رقم واحد بعد أحساس سفراء الإسرائيلية والحادث الثاني بعد جمعة لم الشامل اللي هي جمعة الإسلامية فيه دغوطات بتواجه المجلس العسكري بمنتهى الشد وطبعا ربنا يبارك له وربنا يخليه سلم لنا السلطة بأقصى ومنشكوره على حماية الثورة واللي هو ما أردش دماء المسلمين على عيننا وراتنا والله بس فعلا فيه دغوطات انت مش هتسلم السلطة الإسلامية وحتى لو سلمت هحطلك حاجة في الدستور تقول لك هحافظ على مدانية الدولة والكلام ده الفريسة معنا نتكده عشان نعرف نجاو بقى لأسئلة عسلان كده حطوه مننا سؤلك وصل أو أسئلتك وصلت فيه تصال تاني يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته يمكن شارك بقصيدة شارك بقصيد يا شباب السورة أوموا صلوا للمولى وسوموا وصحوا باب التحدي ظنها الراحة غيوموا يا شباب السورة أوموا جوى يا أبطار يا ناجر زفوا للدنيا البشاير شعبك ضد الظلم ساير ولا حد يقدر يلوموا يا شباب السورة أوموا انتوا والجيش شد واحدة ويمشتوها واحدة واحدة اللي همات على الأرض سجدة والأمر حاضي النجوم يا شباب السورة أوموا استحوا الشبابيك للنور ورب كل أرض برور يا تاريخ ذو السطور انتهى الماضي بهمومه يا شباب السورة أوموا بكرة أنا عمر بلادنا جينا والأولاد بلادنا احنا بالفرية عدنا والهوا دلد نسيمه يا شباب السورة أوموا شكرا السلام عليكم شكرا بنا عليك عضو حزب النور بنا عليك نبدأ أنا مسجلهم الكلام عن الفردي يبوني للقوائم خلاص ويعني السلام الفردي لا يعني هو ليه الاختلاف الذي بقى فيه اصدام أنا طبعا الشيخ دمان المشتحات ربنا عفاظ بارك فيه يعني حبيبي يعني وأنا اللي اللي بقى أكريه هو على الدخول يكاد يبكي رغما عنه يعني وهذا مما أرجو به أنا متابع عند الله سبحانه وتعالى به ويكون موفقا وأنا أحترم جدا الأستاذ حسني ديويدال لأنه أيضا جرنا في المنتزة وبالتأكيد الأمر يعني إحنا عايزين نعلم الناس إن إحنا ممكن نبقى مختلفين ومش متصرعين ليه هتتعقعوها إن إحنا طالما اختلفنا يبقى إحنا تقاتل الموضوع مش كده الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى هيكون هو فعلا نحو اتفقون مع إخواننا في الجامعة الإخوان وحزب العدالة الحرية والعدالة بإن فيه مثاق شرف إحنا ملتزينين به ولذلك الموضوع تنافس شريف على الخير وأنا مش هتفرق معايا كتير رغم أن أنا طبعا بحب الشيخ المنعي وأتمنى أنه يكون يعني أسدا في الدفاع عن ثوابة الأمة في المجلس وفي الهيئة التأسيسية بعد ذلك لكن بالتأكيد لو حد يعني أيضا يقوم بنفس الدورة من اتجاه إسلامي آخر فبالتأكيد أنا مش هتبقى القضية كبيرة لكن الحقيقة أنا بقول طالما هنلتزم من تلك الشرف وعايزين نعمق هذا الأمر عند أبناء الدعوثين نوصلوا للقعدة وإحنا متفقين على ذلك متفقين على أن بنا مراعاة الأخلاق الإسلامية الالتزام التم بها حرمة الدم والمال والعرض أن حرية الدعاية الآمنة أنا أؤمن أن يكون في دعاية للطرفين والناس تختار بحرية ما ينفعش أن أنا متعرفش أتعامل إلا لو كنت شيئا واحدا لا أنا عايز أتعامل إسلاميا مع من يوافقني وأتعامل إسلاميا مع من يخالفني هذه القوة المطلوبة قوة في الرفق ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديدة من يملك نفسها عن الغضب لذلك احنا بنقول لشبابنا في كل الأحزاب الإسلامية في الطائفتين خصوصا الإخوان والسلفيين في حزب العدالة والحرية وحزب النور بنقول لهم يا شباب أنتم اللي بتمرسم الحملة الانتخابية طيب لحظة معنا الأستاذ محمد سعدي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد زي حالك عاطف زي حضرتك وإزاي الشيخ أبو صحاق والله الحمد لله بخير والله الحمد لله زي بسترعاته زي حضرتك طب مني الرأي إيه عشان براحة طبعا بالدكتور الشيخ ياسر بوري سلام حزي يا شمحمد أنا استعابلت السند النهاردة بضطرنا يا شخ محمد لا والله بس في نقطة هو يعني هو طبعا مثالك المشيخ قبل موضوع حكمة مجزئة مسألة المؤمنات يجي ومسألة أنا كان الشيخ أصلا مش هات حد يجي عند عند المحكمة لكن طبعا بعد المثالات الحكمة عملت الحملة دي فبقى صعب إن احنا نقول للناس ميجوش لإن كل حاجة ترتبت على إن الناس جاية وكده يعني فحضرتك لما قلت فحطر صبعا بالبالة جامدة فبصت الناس فمن ساعتها بيعملوا اتصالات فوصلوهم كأنهم اليوم اتلغى بس هو الحياة ما اتلغاش يعني فكان بس إيه كلامي ما حضرتك كان قبل كان ساعة ما خريف الحكمة اعلنت يعني اه نعم فإحنا يعني ما عدنا بكرة زي ما هو وإحنا بس بنقول للناس اللي يعني اللي هتيجي إن شاء الله أما حاجة يكونوا ملتزمين بالمنظمة الحملة لإن الحملة دي الشيخة بالصلاح ليس له علاقة بيها دي حملة شعبية من أجل إسقاط المفتي على الجمعة لإنه فعلا لا يصلح لأن يكون مفتيا لبلد كبير مثل مثل مصر العربية الإسلامية هذه البلد كبيرة جدا عليه وهو لاسف الشهيد اللي هيصلح يعني يكون المفتان له طب يقولي الإخوة اللي هيجي يكونوا ملتزمين بي اللي هيتقلهم من المديرين الحملة بغدا إن شاء الله ويعني هو خلاص اللي طلع فينا غير تطلع وفينا ستجي يعني بدري ولا طلعات يجل إن شاء الله يعد على خير بإذن الله ناس الله يمر على خير على آية لأحوالي بقى نصيحتي لكل الإخوة أنهم ينصرفوا بعد أن يبينوا موقفهم بسلام ودون تعطيل للمصالح ودون يعني اتعرض لأحد وربنا عزه للي يوفق للخير والسداد شكرا لنا أستاذ محمد جزاك الله خير طيب إحنا كنا بنتكلم على الردود على الموضوع بتاع الانتخابات فالمسألة دي كما ذكرت إحنا بنقول عايزين نتعلم كيف نتعامل مع من يوخالفنا ومن يوافقنا ولا يلزم أن يكونوا بسرعا قلت في التزام بالأخلاق الإسلامية بحربة الدماء والأموال والأعراض بعدم الاعتداء من أي من المشاركين بقول للشباب في الجامعتين وفي الاتجاهين والمناصرين لكل من المرشحين أن التزامكم بهذا الخلق الإسلامي يعني يمثل صورة حضارية للمسلمين عند اختلافهم عادي جدا نحن ممكن نختلف وجهة النظر في تقديم شخص وتأخير آخر مش لازم كل مرة نتفق وبالتالي صورتكم أنتم اللي حتجعل الصورة حضارية أم صورة أننا لا نعرف كيف نطبق الإسلام فالتزموا بما يعني أمرتم به من قبل الشرع وكما ذكرنا نحن اتفقون على ذلك مع الإخوة في يعني جامعة الإخوان وفي حزب الحرية والعدالة أن يكون فيه التزام بمتاق الشرف إحنا الاتنين مع بعض باللجان الشعبية اللي من هنا واللجان الشعبية اللي من هنا متعاونين مع بعض في منع البلطجة منع شهر السلاح منع الاعتداء بأي طريق إن كان منع التزوير منع الرشاو الانتخابية منع محاولات التضييق على الناخبين في الذهاب إلى انتخاب ما يريدون بنطلب من الإخوة وأنا أكدت على إخواننا ذلك أنه اللي حيقف هنا يوزع الورق أخوه جنبه واقف يوزع الورق التاني من غير أي مشكلة الصور الحضرية دي حتوري للناس التزامنا بالإسلام الحقيقي إن إحنا لبا بنختلف هنعمل إيه عادي أنا مش شايف إن يكون فيه قلق شديد جدا من حفتلفنا طب وما لهم احنا هنختلف هنختلف زي ما الصحاب اختلف رضي الله عنهم وعايزين نوصل إن إحنا لنصل إلى التقاتل بإذن الله تبارك تعالى ما فيش أصلا داعي إلى ذلك والقائمة النسبية زي ما قلت ريحتنا في 65% من الأمور في بعض النقاط فيها يعني اختلاف والله فعلا أنا كنت دائما أسأل الإخوة مين اللي غالبا حيكون مرشح قوي من جهة الإخوان في هذه الدائرة وأقول اللي إحنا مضطرين إن إحنا نكون موجود ندخله في القائمة عشان ما يبقاش في تنافس من هذه النوعية لكن إحنا إلى اللحظات الأخيرة كنا بنسأل وأحيانا ما نعرفش نصل لجواب يعني يمكن يكون هما لأنهم كانوا داخلين في تحالف مع الأحزاب الليبرالية والعلمانية فكانوا في يعني إضطراب في تحديد القوائم ومين الفردي فما كانش بنوصل لنتيجة في الموضوع ده وبالتالي فإحنا لغاية أخذ لحظة لغاية ما قلنا انضغطنا على الشيخ أبو منعب أنه ينزل بصعوبة إلا أننا ممكن لاش نعرف من الإخوان سيعيدوا من أو سينزلوا من في الدائرة حزب العدالة سيعيدوا ده بيجرنا لسؤال طبيعي أنا برضو ملاحظة حاجة حضرتك وسامحني فيها أن أنا كل لما كلمت القيادات في الطرفين بيهوينهم من الأمر لأنهم متخذ قرار يعني هم متخذ قرار وهم شايفين الحدث من واقع رؤيتهم وهم وهم اللي في البحر إنما العموم الناس مشاهد للطرفين وعنده صدمة معلش برضو في الألفاظ أنا في الحقيقة دي السبب اللي مزعلاني ليه الصدمة ليه الصدمة لأنه الناس بتعلم بحاجة أنا متعطش للصحة لا وماشي وأنت عملت حشدني بقالك تسع شهور ضد الليبرالية والعلمانية واليساريين ولي 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 وكان اللي بيحشدني كنتم الاتنين مع بعض يعني الإسلاميين كلهم كانوا بيبدلنا كتلة واحدة وكان في في الإعلام الإسلامي نوع من التوحد أنا كان عندي قناة ما بتكلمش باسم طيار بييجي حضرتك ضيف وضا ضيف وضا ضيف وفي بقية القنوات في بقية الإعلام كان فيه رفض الدستور أولا مع بعض مبادئ الحاكمة وإحنا مع بعض في أكثر القضايا المطروحة آه يعني ما كانش فيها وإحنا هنفضل مع بعض في مناصرة الشريعة قطعا وقيمة الناس صدمت الناس صدمت صدمة حقيقية تبقى القضية لسؤال أنه أنت قلت حضرتك أنه كان مش عارفين فترة الشحنة والأخ بيتصل بيقولك ما زال الفردي هناك فرصة يعني وحضرتك قلت أنا ما عنديش مش هزعل لو واحد من عندي منجحش بس ينجح واحد من الإسلاميين من الطرف الآخر تبقى القضية أنه للأسف ممكن ينجح ثالث لتيجي تفتت الأصوات قد ينجح طرف الآخر فالسؤال هل من فرصة يعني حتى ورنا خمس ست دواير على ده تنزل لده ده تنزل لده يعني بعد ما تظهر المكره تقفى الباب تمام وبعد كده الطعون لما تستقر الأمور يعني نبذل كل جهد في يعني حسم القضاء دي بحيث ما يحصلش تفيت الأصوات تمام وده اللي أخذ متصل لأن فقلا مؤارد جدا أن تحصل طعون ولو قبلت ونعرفش هتقبل ولي هترفضل تتقع في أي طرف يعني ضد يعني ناس كتيرة أمش مشكلة في الباب مؤارد يحصل بعد ما يقفى تستقر الأمور يحصل فيه تعديل تفاهمات يعني طيب السؤال الثاني بتاعلقك أنا بتكلم عن الأخ حسام البخاري والله إحنا إنت جزاك الله خيرا على حرسك على الخير وإحنا يعني إنت ذكرت أثناء المكالمة أن أنا اتصلت وش حسام الأجمال اتصل وش محنان مقصود اتصل أيام مزارة الكاتدرائية وبالتأكيد أن هذا الأمر يبين موقف الدعوة الحقيقي وموقف السلفين الحقيقي من مسألة الأقباط وأننا نحن حريصين تمام الحرص على عدم اعتداء أو عدم إثارة فتنة رغم أن هناك حقوق للمسلمين يعني قد تكون قد ضيعت وهناك يعني أشياء وقعت أثناء حدث مزبير ومؤلمة للغاية هناك تفت مؤلمة للغاية حدثت ومع ذلك نقول لكل الإخوة بما فيهم الدكتور حسام وأخ عزيز علينا جدا وعلى علاقاتي به وعلى علاقة أمتازة أن المرحلة الحالية تقتضي إدارة الأمر بحكمة ويعني أنا أنصح الجميع بأننا لابد أن نفوت على الأعداء اللعب على التناقض الطائفي لأجل إفشال العملية السياسية ولأجل إدخال البلد في صراع يكون مبررا لأصوات نكيرة أصوات شديدة العداوة للأمة تطالب الغرب بالتدخل وهذه أنا ما زلت أطالب طلبت كتابة وقولا وازلت أطالب بأن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى الذين يطالبون بالتدخل العسكري في مصر يطالب باحتلال البلد هذه خيانة عظمى لا ينبغي أن تمر أبدا ولذلك ونقول الحق لا نخجل منه هذا واجب ولكن في نفس الوقت يعني إذا بد نفوت الفرصة على الأعداء وأنا متأكد أن عامة المسيحيين أو الأقواط لا يرغبون إطلاقا في إيقاد الفتنة التي يريدها بعض المتطرفون بعض المتطرفين طيب المشكلة أنه مدام يعني الأخ طرح وحضرتك أشرت يعني الدعوة السلفية على بعضها ككل المشهد السلفي يعني كأنه مالوش رأس واحدة بيطلع رأي ممكن يكون فيه جوة طيار رئيسي لكن فيه يعني يعني بتأكيد أصلا يعني هل ده يستمر ولا ممكن يطبالور والله الأمر ده إحنا فيه مرحلة ولا ممكن يزيد الأمر ده يعني إحنا لابد أن نبدو للجهد فيه يعني أن يكون هناك اتفاق على رأي واحد بأن هذا يعني أمر فيه المصلحة لكن مسألة وجود يعني قدر من الاختلاف كما ذكرت لابد أن تستوى ولكن النهي العملية لابد أن يرجع الناس إلى أمثل أهل العلم لكي يكون الكلمة واحدة والتصرف واحد طيب إحنا معنا دقائق هناخدها في حاجات سريعة وكان الأخ يتكلم عن المجلس العسكري والله أنا دايما أحب أفرق ما بين الظنون والاستنتاجات وبين الحقائق أنا عندما توجد حقائق على الأرض يبقى ساعتها تطالبني بتصرف استنتاجات وتخوفات وظنون خليها في دائرة الظنون ورغم أن أنا أختلف معجلس العسكري في كثير من القضايا ولكن ما زلنا نحسن الظن بأن الوعود سيتم الوفاء بها ونرجو الله أصبع ونطالبهم بالوفاء بعهودية جميل عندنا ثلاث نقاط ساخنة فيما يبدو لنا كمتابع قابلة للانفجار النقطة الأولى دور العبادة الموحد اللي بقى في قانون للكنيسة لبناء الكنائس ممكن يصدر خلال أسبوع تقريبا وممكن يبقى موضح خلاف نقطة التانية قانون تمييز واستخدامه يعني هيبقى ممكن حاجة زي الطوارئ كده أو أشد وموضوع استعمال الشعارات الدينية في الانتخابات هنبدأ بالشعارات الدينية لأنها يعني اسم اسم الإسلام قطعا ويقين هو في الدستور لو ده شعار ديني وليس يجب استعماله يبقى الدستور يجب هدمه لأن الدستور يقول مصر ده ولا إسلامية جميع إذن أنا ما أحد يقول مصر عربية إسلامية ولا يقول الإسلام هو الحل ده ولا شعار المحكمة حكمت منه لا يخلف الدستور وبالتالي لو يخلف القانون لو في قانون يخلف الدستور يبقى القانون ده باطل ما ينفعش يجي واحد يثير فتنة بفهمه الخاص لأنه هو وضع مثلا على يعني مسؤولية لجنة عليا الانتخابات ويجي بقى يتحكم في ذلك ويشعر الفتنة لأن ده هتبقى فتنة فعلا أنه هو يفسر بعض الشعارات بأنه شعار ديني لا اسم الإسلام النمو Woran موجود في الدستور مصر دولة islamية مصر دولة عربية مصر دولة مرجعت الشريعة فيها مرجعيت تشريك فيها للشريعة الإسلامية فلما واحد يطالب بهذا وهو يؤوني ده وخلف القانون يجعل الدستور وخلف لليه للقانون وحاجة بديهية عند كل الدستوري والقانونيين أن الدستور فوق القانون وأن القانون يخلف الدستوري يبقى باطل إنه غير دستوري فإياك أن تضع هوية الأمة محل خلاف أو محل تقاضي لأنه ما كان واردا في الدستور يجب أن يتمسك هذا فرض عليه هو اللي يتمسك به خصوصا هذه المادة وبالتالي فنقول أن الأمر هذا يعني نحذر من أن يحاول البعض بفهم المتطرف أحيانا أنه هو يجعل من هذا سببا لإبعاد مرشحين أو لإبطال حملات أحزاب أو نحو ذلك طيب عمليا حزب النور هيلتزم بأس الأمر أو ههيشتغل بحريته عشان يعبر عن هويته لا بالتعبر عن هويت مش في حدود كلام اللجنة العليا اللجنة العليا هي совет تزالة который باطلها اللجنة العليا هي لا slicing أنا هستعملوا شعرات دريق اسم الإسلام ليس هذا شعرات إسلامي ليس المقصود به الشعر الإسلامي ليس المقصود به استعمال اسم الإسلام ليس مقصودا به في القانون استعمال شعار الدينية لأننا بنقول الأحزاب التي كونتها الطائرات الإسلامية أبنائها وتبنتها هي أحزاب تسمح لغير المسلمين الدخول فيها وبالتالي فالجزء الخاص بالشعارات الدينية التي تمنع غير المسلمين من المشاركة في هذه الأحزاب ونحو ذلك أو أنها تستخدم التهييج يعني على سبيل المثال معاً سنقولنا معاً ضد الأقباط أو ده شعار دين حيبقى ده هو ده اللي هيكون يعني ممنوع من ذلك أو هو ده اللي ينبغي أن تفسر به هذه المواد أو أن حزب مثلاً يعني ينزل مثلاً بتاع التحالف المصريين لا التاني التاني اسمه التحالف المصري أنه يقول ضد الإسلاميين أو ضد الشريعة الإسلامية لو هو عمل كده بيستعمل إيه أو يقول مثلاً نصر للأقباط سيدة تفسير حضرتك أنت بقى ما أنا بقول أصلاً خلي التفسير ده ده مثال وإلا فالباب واسع جداً وهو نفس الخطر اللي موجود في قنوة التمييز اللي هي العمومية الشديدة والإجمال الشديد إيه هو التفسير يعني إيه كل شيء فيه تميز ضد جنس أو أصل أو دين أو عقيدة يعني التحدث عقيدة كمان أو لغة أو لغة كمان يعني لو قلت بقى مصر عربية حتقول لي كده أنت إيه عندك تمييز أو نحو ده كلام في منتهى الخطورة هو ده من الخطر اللي موجود في قنوة التمييز أنا أنا ضد اضطهاد أي طائفة بما فيهم الأقباط على رأس الطواف التي لها يعني في الكثافة السكانية التي تمثل أقلية نحن ضد اضطهاد أي طائفة بغير حق ولكن نحذر نحذر ونحذر من العمومية اللي تفتح باب واسع جداً للتقاضي الذي يوقع القضي في خلل إذن أنت في موضوع قانون التمييز أنت متخوف وشعارات الدنيا أنت متخوف وإن كنت أنا آمل أن المسؤولين يقدروا أن الدستور نص على مرجعية الشريعة وبالتالي فكل ما يخلف الشريعة سيكون مخالفة باطلة أنت ما بيقولش في نفسك زي ما بيقول في نفسي وفي نفوس كثيرين أنه يعني الناس مش بهذه البساطة اللي عملوا هذه القوانين يعني هم لم يدركوا أنهم يزرعون أرض مصر على الغام ومفرق عشان كده أنا طلبت مرات عديدة طلبت مرات عديدة بأنه هو أولاً ليس هذا وقت إصدار قوانين لسنا في حاجة إليها هذا سلق القانون يقولون بني قتل فيها مع نفسي عسكري كان إيه لازميته يطلع القانون دلوقتي بهذه الطريقة أنت مغلث الشعب على الأبواب أريد أن مغلث الشعب وإلا عايز بعض الطوائف تأخذ مكاسب قبل البرلمان حتى لما يجي عدلها تقولوا أوه أنا أتمح تحصل فتنة طائفية ما هو الكلام ده أولاً كل القوانين لصدر الخامة ورحلها دي لن تكون لها قوة القوانين حتى تعرض على مجلس الشعب الجلد وبالتالي فإيه التعجل لذلك ده حاجة قدامها شهرين ثلاثة حتطبق القانون خلال شهرين ثلاثة إزاي ومين اللي حتطبقه وإنت لسه الجهاز الأمن لسه متبناش والجهاز القضائي فيه يعني سرعات كثيرة وتفسيرات كثيرة وكل حاجة هتبعت لها للمحكمة الدستورية عشان شوف ده السوري ولا غير دستوري وأنا بقولك الصياغة الصياغة اللي صاغوها للأسف الشديد ووقع عليها المجلس العسكري صياغة من ترزية القوانين السابقين اللي بيصيق بصياغة إجمالية تعمل لنا انفجارات كل شوية إيه لازمة هذا الأسلوب آخر نقطة اللي هي بناء الكنائس القضية دي لما يتعرض الأول القانون وبرضو بنقول لا بد إيه الاستعجال في ذلك ما فيه قوانين موجودة لو عملوا بيها خلال هذه المدة القادمة إيه اللي حيحصل ليه الاستعجال الشديد في فترة على الحكومة غير مستقرة المجلس العسكري صلاحياته فيها منازعة ونعم بمهمة رأس الجمهورية لكن بيقومش مهمة تشريعية والمهمة بمهمة سن القوانين هو مهمة مجلس الشعب الغير موجود فلماذا التعجل في ذلك أنا صراحة أطالب مطالبة واضحة جدا بتأجيل هذا الأمر حتى يتم انتخاب بمجلة الشعب الجديد طب هل أنتم تشغلكوا بالانتخابات وهممها لو صدر القانون هنشوف الأول هتبقوا مشفاضين لي لا كل شيء لابد أن يكون لنا موقف واضح من كل القضايا لكن لما يصدر الأول ونشوف أو المفروض أنه قبل ما يصدر لازم يوضع على مناقشة مجتمعية حقيقية مش يقولوا لاتنين تلاتة ونقشنا مناقشة مجتمعية مناقشة مجتمعية منقشة الاتجاهات ذات الثقة للموجودة في المجتمع كله الوقت غير مناسب الوقت غير مناسب دي حقيقة خلاص تؤجل الأمور دي طيب في قوانين موجودة دلوقتي ايه العجلة في تعديلها حاليا هم مش عاشوا بيه حسينين طويلة هي الموضوع ده ما عاشوش بيه في ظل عبد الناصر وأنه رسالات وحسن مبارك أكتر من ستين سبعين سنة ما الذي حدث حتى يتم الضغط الشديد في التعديل لماذا والأمر ده ما عاشوا بيه هل رأيت هل رأيت هل رأيت هل رأيت هل رأيت وانت أصلا أعملناش أحزاب إلا من خلال الاندوزوم وانت هو مش سويري في عمل حزب هو أخر هو سويري في عمل حزب ولا عمل بس ما قالش مرجعية ما هو هو قبطية لأنه مخالف الدستور أنا بقول حاجة موافقة للدستور لأنه هوية الأمة كده ده دين الشعب المصري في 90% منه أكثر من 90% 94% حسب الإحصاءات العالمية والرسمية من المسلمين يبقى ازاي أساسا أنك تهمل هذه القضية طيب ملاحظة بسيطة يعني من وقع الاتصال بتاع الأخ محمد سعد وطبعا مع حبنا الشديد للشيخ أبو أسحاخ وتأييدنا لموقفه وأيضا رغبتنا فقال لا يتصارع العلماء لا لا ما فيش أي صراحة الهائي الأخ محمد قال أنه إحنا مش برمش من يعني حركتنا وقفتنا غدا لإسقاط المفتي يعني تغيرت من أنه لتأييد الشيخ أبو أسحاخ في القضية لا هو القضية موردها القضاء ما نفعش أنه إحنا أقيد الشيخ أسحاخ في القضاء هو اللي حيفصل فيه يعني أصد الآن أنه إحنا ستكونوا منكلم على أنه عاوزين التوقيتات تمشي أصد نقشى برضو الموضوع ده يكبر مننا نعم لأنه لا هذا التأتيج عاوز المفتي وبعدين هتقول طبعا أنا عايز شيخ الأظهر أنا أقول للأخ محمد هو أكد على أن الأمر هيقتصر على مجرد التعبير عن رأيي وليس أنه هتطور إلى شيء آخر وده أملنا فيه طبعا عشان بس الموضوع ما يخرجش من إيدينا ويكبر يا رب بس إن شاء الله إن شاء الله يكون متابعة طبعا الأخوة اللي داعين لهذا الأمر هم مرتبينها فإن شاء الله تبقى نتمنى ذلك وبعدين نتمنى برضو من حضرتك ومن كل علمائنا وبرضو العلماء الكبار في الأزهر وشيخ الأزهر أنا أحل الموضوع ودي يعني لأنه كرام زباق بخصف النظر مين غلطان أنا أسأل أنا أعرف أن فيه بعض المحاولات لذلك وأنا أرجو نصبه نتعالى أنها تتم بنجاح أتمنى وذلك فعلا وأظن أن كل المشايخ يتمنون ذلك طب ممكن أن نأمل أن الليلة يبقى فيه حاجة والله أنا مش عارف يا وسط الغطفين دلوقتي لكن أنا أعرف أن بعض كبار المشايخ يحاولون في هذا البناء طيب إحنا بنناشد يعني من خلال صوت ضعيف يعني يوصل أنه أن كل السائعين لهذا الأطراف كلها تتقبل سواء يعني الشيخ أو اسحاق أو نفتي يقبلوا حل الموضوع بطريقة ودية ويعني وقفة غدا تمر إن شاء الله من غير أزمة وبإذن الله يتم يعني أمر بطريقة ودية بإذن الله دمنا ذلك وإحنا بنحملك الرسالة أنك أنت تتصل بكل الأطراف وبكل الوسطاء المحتملين وحرصا على صورة الدعوة ككل وقدام العوام عاوزين أنه العلماء يعني وإنتو علمتونا أن الحوم العلماء يعني نعم غلي علينا فمش عاوزين يعني أيا كان بقى وصرف النظر زائد أنه طبيعة المرحلة أنه دا مش وقت نعم نزاك الله خير ونتمنى التوفيق بالدعاء إخوان المشاهدين إن شاء الله يقول الأمر تهيين إن شاء الله يحل ونتمنى أن الليلة نأمل أنه آخر الصارة يجي لنا اتصال أنه كل تم يعني الاتفاق على التصالح والتنازل يا رب يا السلام الدعاء لإخواننا في سوريا بأن يفرج الله وكربه آمين ونداء للجيش السوري للمرة العاشرة تقريبا ولا كان مش عارف بأن لا يرفع السلاح في وجه شعبي وأن الجيش السوري مطلوب بأن يثبت قوة في الوقوف إلى جانب شعبي كما وقف الجيش المصري يأبى القتل للسوريين وأن يرد بالفعل هو القوة الوحيدة القادرة على إزاحة جزيك الله خيرا إخواننا المشاهدين نذكركم بقضية مهمة إنه إن شاء الله من غد مساء أظن الساعة واحدة بعد منتصف الليل هيتغير تردد القناة قناة الحافظة تصبح على تردد جديد وهو 1-2-3-4-1 1-2-3-4-1 1-2-3-4-1 أفقي أو هورزنتل وده كله بيجيادة وسهل إن شاء الله ونتمنى بس أن أنتم ما تفقدوناش ولا إحنا نفتقدكم ونظر لمجتمعين دائما حول القرآن والسنة نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكرر شكرنا للدكتور ياسر جزاك الله خيرا وفاقكم الله ونفع بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة